ترتبط مصر بإيرتريا بعلاقات تاريخية حيث لعبت مصر الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإيرتريا حتى تحقيق الاستقلال الوطني في عام 1993 هذا وظلت مصر على علاقات قوية مع إيرتريا حتى بعد الاستقلال وشاركت مصر في تهنئة بإعلان الاستقلال وإرساء أسس قوية لتطوير العلاقة المستقبلية وتنمية التعاون بين ملدين في كافة المجالات مصر وإيرتريا علاقات تاريخية عبر عقود حيث لعبت مصر الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإيرتريا حتى تحقيق الاستقلال الوطني في عام 1993 وطيلت فترة الكفاح المسلح في إيرتريا دلت مصر على علاقات قوية مع فصائل الثورة الإيرتريا حتى بعد الاستقلال وشاركت مصر في التهنئة بإعلان الاستقلال وإرساء أسس قوية لتطوير العلاقة المستقبلية وتنمية التعاون بين البلدين في كافة المجالات وأولت مصر اهتماما ملحوظا بالقضية الإيرترية بدءا من الأربعينيات من القرن الماضي تبلور ذلك في اتخاذ القاهرة مقرا لتأسيس جبهة التحرير الإيرترية في يوليو من عام 1960 وانعكست العلاقات القوية بين البلدين في الزيارات المتكررة للرئيس الإيرتري أسياس أفوقي لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح سيسي حيث ناقش الزعيمان سبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في الجوانب السياسية والاقتصادية فضلا عن تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي وسبل مكافحة الإرهاب والتطرف استراتيجية الدولة المصرية نحو تطوير العلاقات مع دول القارة الإفريقية كان لإيرتريا نصيبا كبيرا منها حيث عملت على توطيد أركان التعاون بين البلدين في كافة المجالات والعمل سويا في دعم قضايا القارة الإفريقية وتعزيز أثور التعاون بشكل يخدم المصالح المشاركة بين البلدين تعمل مصر وإيرتريا على تطوير العلاقات الثنائية وتنصيق المواقف فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع دول حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي وتطورات القضايا الإقليمية والدولية المشتركة